هي فعلا منحذر العمال وده طبعا دليل يعني بالنسبة لي احنا لسه شفنا خبر احنا اعلننا عنه مبارح فوزارة القوى العاملة انه طبعا منظمة العمل الدولية وهي منظمة متخصصة في عالم العمل والعمال على مستوى العالم وتابعة للأمم المتحدة وهذه المنظمة بتعمل اجتماع كل سنة في يونيو من كل عام هذا الاجتماع بتقيم فيه عن طريق لجمة الخبراء بتقيم فيه البلدان اللي هي عضوة فيه البلدان اللي هي عضوة فيه 187 دولة حول العالم هذا المؤتمر بيحضره ما يقرب من 5000 ممثل عن اطراف العمل الثلاثة حول العالم منهم الحكومات واصحاب الاعمال والعمال اذا مصر هذا العام 2023 غير مدرجة على قيمة الملاحظات الطويلة وقيمة الملاحظات القصيرة ايه حكاية القيمة دي طبعا القيمة دي حكايتها ان منظمة العمل الدولية من خلال الخبراء بتوحها من خلال المكاتب بتاعتها المنتشرة على مستوى العالم بتقيم البلدان من حيث مدى مثلا انتهاكها لحقوق العمال من حيث مدى التزامها بتعزيز علاقات العمل والتوازن والعدالة في علاقات العمل بين اصحاب الاعمال والعمال والحكومة بمستلل في وزارة القوى العاملة في خطاب فخامة الرئيس عفتاح السيسي في عيد العمال يوم الاثنين الماضي كان دي عشر قرارات وعشر توجهات لوزارة القوى العاملة في حكتين فيهم يخصوا هذه القائمة ويخصوا ان رئيس دولة بنفسه بيدعو الى تعزيز علاقات العمل لما فخامة الرئيس قال انه بيدعو الى الاستمرار في تعزيز الامتسال لمعايير العمل الدولي وقال كمان فخامة الرئيس ايضا في احدى القرارات اللي قالها انه بيدعو المجلس الاعلى للحوار المجتمعي وهو مجلس يضم اطراف الانتاج التلاتة والمنظمات المتخصصة هذا المجلس انه بيدعو انه يكتمع في الفترة المقبلة ويعيد منقشة مشروع قانون العمل المعروض حاليا على البرلمان وده اندل على شيء بيدل على اننا دولة حوار بحق وحقيق فيش رئيس دولة في العالم يعني انا تبعت كل البيانات اللي صدرت عن جميع المنظمات النقابية ومعظم الاحتفالات اللي حصلت مفيش رئيس دولة طلع بهذا الشكل مفيش دولة عملت احتفالية بهذا الشكل وكان فيها قرارات زي ما حضرتك عارف الامتسال لماعير العمل الدولية اعادة مناقشة مشروع قانون العمل لان كان فيه قوة اخرى بتدعو طبعا الى مناقشة هذا القانون لان هذا القانون بيطبق على كل من يعمل في اجر في مصر الحكومة بتتطلع من هذا القانون ان هو ان يكون هناك المزيد من تعزيز علاقات العمل ان يكون هناك المزيد من الامانة الوظيفة للعمال ان يكون هناك المزيد من التشجيع على الاستثمار فاحنا بنتطلع الى قانون اذا هي منظومة منظومة دولة فخامة الرئيس طبعا هذا رد الجميل للعمال عمال مصر على مدارة العشر سنوات السابقة كانوا يد واحدة كانوا على قلب رجل واحد زي ما فخامة الرئيس قال وقفوا مع الدولة ضد كل الشائعات وضد كل المخططات فكان على الدولة المصرية وده ظهر بقوة في كافة القرارات كان رد على فكرة كل قرار يحتاج الى تحليل ويحتاج الى منقشة طويلة جدا ترجمة نانسي قنقر